اشتركوا في القناة وسارض احميدان جهود الحكومة في مجال الرعاية الاجتماعية مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر كما سارض ما حققته البحرائيين من انجازات كبيرة ومتعددة في مجال حقوق الطفل واشار احميدان الى ان المملكة من الدول الرائدة في مجال اصدار المراسيم بقوانين بشان حقوق الطفل لما تحظى به من اهتمام ودعم متواصل من الحكومة وقد قام السيد ساتيارثي بزيارة الى مراكز رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تفقد مركز حماية الطفل وطلع على الخدمات التي يقدمها والسمع الى شرحا عن اهمية المركز الذي يعمل على توفير الحماية اللازمة للطفل من كافة اشكال سوء المعاملة والاهمال وفي زيارة بيت بتلكو لرعاية الطفولة سمع السيد ساتيارثي الى ابرز الخدمات التي يقدمها المركز في مجال رعاية مجهول الوالدين والايتام واطفال الاسر المتصدعة والحرص على توفير اوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية لنزلاء الدار وقد اعرب السيد ساتيارثي عن مدى تقديره للجهود التي تبدلها حكومة البحرين في سبيل النهوض بشؤون الطفل والاهتمام بقضاياه والعمل على توفير الرعاية اللازمة له كما اشهد بالخدمات التنموية المميزة التي تقدمها هذه المشاريع في بيئة فكرية وعلمية مناسبة لقدراتهم خلال فترة وجيزة تمكنت مملكة البحرين من تحقيق قفزات وانجازات كبيرة في مجال التعليم وخصوصا تعليم الاناث واستطيع القول ان البحرين تستحق التقدير لانها صارت مصدر الهام ونموذج يحتذى للاخرين في هذا الميدان على مستوى المنطقة وعلى هذا يمكن القول بان مملكة البحرين تستطيع تحقيق اهداف التنمية المستدامة بشأن حماية الاطفال والتعليم بشكل ممتاز